سيكون هناك مؤتمر لمنظمة اتحاد مسلمي فرنسا أشرت بكل وضوح أنه غير مرحب قدوم إلى أرض الجمهورية مجموعة من الأشخاص المدعوين إلى هذا المؤتمر إذا أردوا إلقاء خطب لا تتماشى مع مبادئ الجمهورية تقصدون هنا الشيخ يصف القرداوي المعروف بمواقفه المتشددة ويبرر الهجمات بأنها سلاح ضعيف ضد القوي هذا الرجل يمتلك جوازا ديبلوماسيا قطريا ألا تعتقدون أن ذلك يمكن أن يتسبب بمشكلة مع قطر هذه المشكلة قد حلت على عكس ما يتم تداول به بشأن أعطائه تأشير الدخول لأنه يمتلك جوازا ديبلوماسيا بالطبع أنتم حقا ويسعدني أن أسمع أنه يتم تقيقة إلى هذا الحد لكنني أوضحت لأمير قطر شخصيا أن هذا الشخص غير مرحب به على الأراضي الفرنسية وإذا ما حضر لا لن يأتي